لمراقبة وتقييم أدائها أنا هذا مرات أخلي بين قوسين لمراقبة وتقييم أدائها معرف الشيء المهم هنا فيما إذا قدمت اللجدة تقرير تقول أن هذه الأجهزة الكورية مخترقة ولا تصلح للانتخابات أو إدارة الانتخابات فيما إذا كان القرار بهذا الشكل ما الذي سيحصل نعم سيدنا نعم حقيقة هذا السؤال مهم جدا أنه دور الشركة الفاحصة راح أثناء إبرام العقد معها توجد هناك شروط ومحددات لعملها من ضمنها تزويد المفوضية بتقريب مفصل عن طبيعة الأجهزة الإلكترونية التي تستخدمها أجهزة التحقق أجهزة تسريع النتائج الوسط الناقل أجهزة السيرفرات عملية نقل النتائج وغيرها حقيقة هذه الشركة الكورية أو الشركة الإسبانية هي أيضا شركات الإلكترونية متخصصة راح تعقد اجتماعات متعددة مع هذه الشركة الشركة الفاحصة راح تبين لها شنو البرامجيات اللي يتم استخدامها شنو طبيعة الوسط الناقل شنو طبيعة يعني السوفتوير الموجود في هذه الأجهزة والشركة راح تباشر بهذه المهمة فما ممكن أنه هاي الشركات العالمية مثل سواء الشركة الكورية أو شركة إنتاج البطاقة الإلكترونية راح تجازف بسمعتها وبعملها وأنه تقول هاي الأجهزة هي مخترقة بسبب أساسي أنه يعني حتى تكون بالصورة جميع أجهزة التحقق وجميع بطاقات الناخبين وجميع أجهزة تسريع النتائج هي ما متصلة بالأنترنية أبدا ولا ما ترسل النتائج مباشرة يعني من دعم الساعة الساعة سيدنا إلى غلق المراكز الساعة نعم هذا التعبير الذي أنت تقول به لا يمكن لشركة عالمية أن تجازف بسمعتها وتقول أن الأجهزة مخترقة ما السيد العبادة رئيس الحكومة قالها ولم يجازف بسمعته وكان الرجل محقا دولة الرئيس وزراء مصطفى الكاظمي عندما كان رئيسا لمجلس رئيس المخابرات قالها والأورديوان الرقابة قالها والمخابرات الوطنية قالتها وكلها قالوها هل هؤلاء كانوا يجازفون بسمعتهم الوطنية وبالتالي شركة باتشر قالت هاي الأجهزة قالت هاي الأجهزة لا تصلح ستجازف بسمعتها ورصانتها سيد محسن استاذ النجم خلق أكمل لك بلا زحمة عليك الفكرة مالتي يعني من تعمل هاي الأجهزة من الساعة السبعة الصباح إلى الساعة الستة مساء هي بترسل النتائج عملية إرسال النتائج هي بعد غلق مراكز الاقتراع من الساعة الستة مساء وتبدأ عملية الإرسال سواء تطول ساعتين أو ثلاث ساعات هاي العملية مختلفة من مركز إلى ومركز آخر وطبيعة موظف الاقتراع اللي مارس هذا الموضوع أما عند العودة إلى انتخابات 2018 خليحك بصراحة هناك تقارير جت من جهاز المخابرات وتقارير مثل ما تفضلت في الأمانة العامة في مجلس الوزراء والأمن الوطني وغيرها ديوان الرقابة تطيل تقرير واحد أدان لا 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 احنا نتكلم عن أجهزة الرقابية اللي راقبت العملية الانتخابية في 2018 نعم تطيل تقرير أدان موظفين أو أدان الأجهزة ليش؟ لأن حتى الشركة الكورية كانت متواجدة في فندق الرشيد وفي مفوضية الانتخابات وقالوا احنا مستعدين انقابل اي شخص متخصص بالآي تي أو بالجانب التكنيكال احنا وخلي يثبتن أنه حصل خرق أو حصلت مشكلة معينة هذا احتي لك يا كله موثق بالوثاق في 2018 وما تم إدانة أي واحد هذا جانب الجانب الثاني انت بال2018 كنت بالمفوضية سيد محسن لا لا بال2018 لا لا أنا خارج المفوضية خارج المفوضية خارج المفوضية نعم أستاذ نجم بس خلي كمل لك الفكرة مالتي نعم بدقيقة وحدة بدقيقة وحدة فضل انتخابات 2018 انتخابات 2018 خلي نحسن بصراحة المشاكل اللي صار بها يعني تزوير بتلاث مفاصل رئيسية انتخابات الخارج في عام 2018 انتخابات النازحين انتخابات المهجرين انتخابات الحركة السكانية انطيني مشكلة وحدة صارت بالأجهزة من محافظة بابل إلى محافظة البصرة انطيني مشاكل في المحافظات المستقرة حصل مشكلة المشاكل الأساسية في انتخابات الخارج انتخابات النازحين انتخابات المهجرين وحالياً مجلس المفوضين جاي عالش هذه القضية من خلال تقليل عدد التصميمات نحن لا نتحدث عن تواريخ في الزمن العباسي أو في العاصر الأموي نتحدث عن تاريخ تواريخ صالة ثلاث سنوات عضو مجلس المفوضين خرج على وسائل الإعلام كيف كانت تتم المساومات داخل المفوضية والمحكمة الاتحادية فضحت أن مفوضية بعظمتها بخبرتها ما تعرف تقسم الكوتة والآن أنت تحتاج أمام الناس إلى دليل لإثبات التزوير معقولة سيدنا ولكم في سعيد كاكاي لا لا عفوش اسألوا لا موجود الأستاذ سائل نعم موجود أستاذ سائل تمام إحنا حقيقة قضية مشكلة الكوتة هاي كان يكون مشكلة في عملية